بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هناخد الجزء الثالث في موضوع اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها لما يبقى في عندي الفيلير بالشكل اللي قدامك ده ممكن يبقى توي وممكن يبقى بيز لو في هنا بيز وممكن تبقى فيز بالشكل اللي احنا قمناه هنا طيب عشان نتكلم في القصة دي في عندنا اللي هي بتاعتنا ايه عشان نفكر تفكير هندسي ايه اللي بيحصل بالزبط عشان يحصل انهيار اني بيبقى في عندي جزء من الميل بيبقى عبارة عن سيركلر بالشكل دوت بنفرضه احنا هنفرضه خلاص ونشوف ايه سبب انهيار هذا الميل ببساطة خالص هو سبب انهيار هذا الميل ان في عندي الوزن ده بيعمل مومنت حوالين النقطة دوت فدي بيسموها درايفينج مومنت حوالين النقطة ديت طيب مين اللي بيقاومي الكلام دوت الشير سترينس ما بين الحتة دي والحتة ديت الشير سترينس بتاعنا طيب لو انا عندي بقى التربة بتاعتي ديت كانت كلي الشير سترينس او التاو بتاعتي ما هي الا سي ما فيش فاي خالص فهيبقى القصة بتاعتي هتبقى سي بس في المسافة دي كلها دي فورس طيب وارجع اجيبي المومنت بتاعي اجيبي المومنت بتاعي حوالين مين حوالين النقطة ديت يعني ااسف هو مفروض ان ده المومنت حوالين السنتر ده هو ده اللي هيعمل لي مين هيعمل لي درايفينج مومنت واللي بيقاوم مين السي ديت في المسافة اللي قدامنا ده يعني لو قلنا مثال بسيط على الكلام من دوت عندي فور سلوب شون ان ذا فيجر لترمين السيفتي فاكتور اجينيست سلايدي اون زا ايه سيركولار سيرفاس طيب قل لي يا سي دي ايه البيانات اللي عندك اولا دي طربة كلي لها مين سي الجاما بتاعتها بكام بواحد وإيه وستة وتسعين جاماوت ما فيش مية طبعا فيه طرق كتير جدا عشان نحدد مين قيمة او نقطة المركز بتاع مين الدوران دوت يعني احنا برضا مش هنتعرض في الكورس بتاعنا ده لتحديد النقطة ديت ازاي لكن انا فيه الاختبار ان شاء الله هديك بيانات تقدر ترسم الايه المركز بتاعك دوت فانا طبعا رسمت الايه اول حاجة بترسم الميل بتاعك بمقياس رسم مناسب يعني ده مش لازم يكون المقياس الرسمي دوت وبالارتفاع بتاعه اللي هو كام عشرة متر طيب عايزة حدد بقى مين المركز فهو مديني حاجة اسمها بيتا ايه ودي بيتا بي لو كانت دي نقطة ايه ودي بي فالقصة كلها من عند نقطة ايه هنا هوت لو ترجع تاني كده للرسم رتاعتك الحت الزاوية دي بيسموها بيتا ايه والزاوية دي بيسموها بيتا بي هو مدهاني خلاص يبقى انا جبتها ورسمت خط كده وخط كده تقطعه في نقطة طالما النقطة دي وصلت لها خلاص لو ركزت في النقطة دي وبالبرجة البتاعي رسمت الايه الدايرة او نص دايرة او الجزء من الدايرة اللي هيحصل له ايه روتيشن طبعا اول حاجة لازم بقى تقيس للزاوية دي الزاوية دي مهمة جدا عشان تقيس مين تقيس بقى الاطوال بتاعت مين الكيرف دوت وتقدر تجيب المساحات او خلافه وبعدين نبتدي نقيس نحسب بقى الطول اللي هو طول مين طول اللي هو الوطر دوت وطول مين الكيرف اللي قدامك دوت فطبعا انت رسمت الرسمة بتاعتك دي بمقياس رسم خلاص جبت الطول دوت وعندي المسافة ديت وعندي كل المزاوية همية واحد ايا كانت في المسألة بتاعتنا قدامنا طبعا دي قوانين عادي لكن انت ممكن بالمقياس رسم تطلع قيمة بتاعتها ايه مباشرة ونفس الكلام اللي داش تقدر تطلع قيمة طول مين الكيرف بتاعنا يعني اهم حاجة عندي ان انا عايز اعرف طول الوطر دوت وفي نفس الوقت طول الايه الكيرف بتاعي دو طيب عايزين بقى نحسب بقى وزن الجزء ده عشان نحسب وزن الجزء ده شباب بنجزقه الحتتين مسلس والايه والطاقية اللي قدامك دي او الكابل اللي قدامك دو فطبعا انت عارف مساحة المسلس نص القاعدة في الارتفاع وانت عندك البيانات بتاعتها دي بقى عبارة عن الطاقية دي اجيب مساحتها ازاي ممكن اجيب حاجتين اجيب مساحة تخلي بالك القطاع الدائلي دوت كله واطرح منه المسلس فيدييني الحتة دي وده اللي انا عملته قدامك بالشكل ده وطلعت المساحة طيب بجيبي المساحة ليه بقى عشان نجيبي الاوزان ما هو الاوزان عبارة عن وزن التريانجل ووزن الكاب طب اجيبي الوزن ازاي مش انت جبت المساحة بتاعت التريانجل تضربها في مين في الكسافة ودي الوزن بتاعت مين او المساحة بتاعت مين اللي هو الكاب ودي مين الجامع بتاعتها فطلع لي مين الوزن اللي قدامك زي ما انت شايفه كده طب جبتي الوزن ده اعمل بي ايه طبعا لازم تحدد الوزن دوت الوزن اللي انت جبته دوت فين مكانه من نقطة المركز بتاعنا ممكن نستخدم القانون ده مباشرة نتطلع المسافة اللي هي بتاعتي ديت فطبعا خلاص انا جبتي عايز اجيب بقى مين ده دي بتاعت مين ديت معلش دي الوي داش دي دي بتاعت الجزء اللي تحت ده شايفينه انت عندك جزء ايه معلش تاني انت عندك هنا جزء ايه قسمناها الجزء مين اللي هو بتاع الكاب وده الجزء بتاع مين المسلس ودي مين المحصلة المحصلة الكلية يعني فانا عشان اجيب مكان المحصلة ديت قسم تحت تاني يبقى القوة في مسافة زي دي القوة في المسافة بتسوي المحصلة في المسافة اللي انت عايز يعني دي ادي المحصلة بتاعتي بتساوي مين الW في المسافة بتاعتها ذائد مين الW بتاعت الكاب في المسافة بتاعتها فطلعت لي الديب كان بخمسة واتنين من عشرة في الحالة دي تقدر تجيب بقى الفاكتور فسيفتي يعو عبارة عن الفاكتور فسيفتي الM resistance زي ما اتفقنا قبل كده قلنا ان الM resistance عبارة عن الW في المسافة بتاعتي اللي هي الدي دي اما الرياكشن او اللي هو الـ Over اللي بيقاوم يعني ده الM اللي هو بيسبب الـ Over لكن اللي بيقاوم هي الـ C في الـ Arc C في الـ Arc اللي هي الطول ده كله في الـ R بتاعت نص قطر مين الدايرة فطلع لي اتنين وثلاثة من عشرة يعني اكبر من واحد ونص يعتبر مين دي مسألة طبعا بسيطة عشان نحسب الفاكتور فسيفتي هو الصح ان انت بتعمل ايه بتفرض ده اكتر من ايه من دايرة وتبتدي تشوف المينيمم فاكتور فسيفتي يطلع لك بكام شكرا